نافت المؤسسة العامة للرعاية السكنية صحة الأخبار المتداولة في بعض وسائل التواصل الاجتماعي بشأن شطبها عددا من الطلبات الإسكانية لرفض أصحابها أحضار حركة دخول وخروج المنافذ وشهادات لأبنائهم مؤكدة على أن إجراءات تخصيص الوحدات السكنية في البلاد تتم وفقا للقانون ولائحة استحقاق الرعاية السكنية من جهة أخرى أعلنت المؤسسة أنها ستقوم بتوزيع القسائم في مشروع جنوب المطلع الإسكاني الدفع الأولى من قطاع N3 والتي تشتمل على 298 قسيمة للمخصص لهم حتى تاريخ 28 من يناير من العام 2010 دعيتنا المواطنين المخصص لهم هذه القسائم إلى مراجعتها يومي الخميس والأحد المقبلين